السلام عليكم ورحمة الله مواصل الحديث عن عمليات الليكويد ليكويد اكستراكشن ونتكلم الآن عن تطبيقات الليكويد ليكويد اكستراكشن بعد ما شرحنا كيف يحدث و عرفنا أين هو موقع الليكويد ليكويد اكستراكشن من حيث الصعوبة مقارنة بالعمليات المختلفة للفصل نحتاج أننا نعرف متى وأين هي العمليات التي نستطيع أن نطبق فيها الليكويد ليكويد اكستراكشن بصورة عامة الليكويد ليكويد اكستراكشن يستخدم بكثرة في فصل الاروماتيك كومباونز وهي المركبات العطرية تمتاز هذه المركبات بأنه لها درجة تطاير عالية وتمتاز بأنها يمكن أن تتكسر وتتأثر بالحرارة بصورة كبيرة جدا لذلك متى ما وجدناها واحتجنا إلى فصلها نلجأ إلى الليكويد ليكويد اكستراكشن لماذا؟ لأننا ذكرنا في التعريف للليكويد ليكويد اكستراكشن بأنه وبأن هذه العملية فبالتالي نستطيع استخلاص هذه المواد العطرية من الخليط ونضمن عدم تكسيرها لعدم وجود حرارة في النظام وإنما تحدث عملية الفصل بواسطة فقط وهذه الميزة تجعل الليكويد ليكويد اكستراكشن بزوء تطبيقات كثيرة جدا جدا بنفس المبدأ في حالة البيو تكنولوجي اندستري نجد بأنه نتعامل في هذه الصناعة التي هي صناعة التقانات الحيوية مع مركبات تتأثر بصورة كبيرة جدا بالحرارة مثلا في حالة صناعة الألبان عملية تخمير الحليب من أجل الحصول على المركبات المختلفة أو المنتجات المختلفة من الأجبان والزباد وغيرها هذه عبارة عن تتأثر بصورة كبيرة جدا بالحرارة فبالتالي التعامل مع هذه المركبات يقتضي الحفاظ عليها وضمان حياتها في معين من التمبرتشر فبالتالي بنجد بأنه استخدام الليكويد لإستخلاصها من أفضل وأسهل الأطبيقاء الليكويد لكويد لكويد يستخدم في استخلاص الكول طار في البروسيسي سلوشن بنفس المبدأ فصل الهايدرو كاربون المختلفة تحديدا اللايت هايدرو كاربون ذات الكيميكا استركشا بإستخدام 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 بنجد بأنه هذه الروابط قد تتكسر عند إضافة الحرارة في البتروليا من دستري فنجد بإستخدام الليكويد لكويد إستخدام في المقابل في حالة الميتاليرجيكال بروسيسي بنجد بإنه إضافة حرارة إلى النظام حيؤدي إلى صهر المعادن وفصلها بالحرارة يتطلب آلاف الدرجات ومما يجعل تنفيذها في الواقع صعب للغاية ففصلها بإستخدام الليكويد لكويد إستخدام هو الخيار الأفضل فنجد بإنه مثلا في تعدين الذهب يضاف الزئبق لإلفة العالية نحو الزهب والقدرة على استخلاصه بكفاءة نستطيع أننا نجمل تطبيقات الليكويد الليكويد إكستراكشن في معظم الصناعات كيميكلز الصناعات الدوائية صناعات الإفلوان تريتمان معالجات المخلفات سواء كان صناعية أو هيومن البوليمار بيتروليوم المتال اندستري انورغانيك كيميكلز دي كلها عبارة عن تطبيقات مختلفة للليكويد الليكويد إكستراكشن وهذا يدل على أن هذه العملية بالرغم من تعقيدها إلا أن لها الكثير جدا من الفوائد والتطبيقات الصناعات